اشتركوا في القناة 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 البالغ من عمر 28 سنة سجل 37 هدفا في 164 مباراة لعبها بين المصابقات المغربية والبرتغالية والاسبانية انضم فريق فرنسي والاهل المصري لسباق التعاقد مع الدول المغربي اشتركوا في القناة بعد رحيله عن فريق الجزيرة الاماراتي الى جانب فريق فرنسي واشدد المصدر نفسه على ان انتهت الاتفاق والوحدة من المملكة العربية السعودية يسعين ايضا لضم اللاعب المغربي بنشرقي وانشارت المصادر ذاتها الى ان المهاجم المغربي اشرف بنشرقي لم يتخذ قراره بعد بخصوص العروض التي توصل بها لغاية لحظة وتصدر الاشارة الى ان مرتضى منصور رئيس ملك المنسي قانا قد صرح انه لا يمكن ضم بنشرقي للفريق الابيض بسبب الازمة المالية للنادي يواصل فوز القجاع رئيس لجميع الملكة المغربية لكورد القدم مع لاعبات المنتخب الوطني المغربي النسوي والادارة التقنية من اجل تقديم الدعم المعنوي لللاعبات المنتخب قبل خوض اولى مبارياتهم في كأس العالم للسيدات الاثنين المقبلة لدى المنتخب الالمانية وكشفت المصادر المتطابقة ان القجاع يسهر على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتخب النسوي من خلال الاقامة والاعداد الدهني وتوفير الشروط الملائمة للاعبات المنتخب وينتظر ان يسافر الفوز القجاع الى استراليا من اجل دعم اللاعبات المنتخب الوطني سيرا على عادته مع باقي المنتخبات الوطنية الاخرى ذكر التقارير الاسبانية ان المهاجم المغربي يوسف انصيري عاد الى التداريب فريق ايشبيريا يوم لاثنين الماضي وهو في حال بدن يضعيفها مقارنة بما كان عليه في ختام الموسم الماضي واكدت صحيفة اسل اسبانيا ان يوسف انصيري استأنفت تداريب مع ايشبيريا بوزن اقل مما كان عليه في قابعة ايشبيريا الى المانيا للدخول في القادة الصيفية الحالية ووفقا لموقع فوتميركاتو الفرنسي فان النادي باشيكتاش تركي وافق على رحيل غانم رومانسيس الى نادي السد القطري بعدما عاد الاخير المقابل المادي يصل الى 2.50 مليون يورو اضافة الى بعض المتغيرات بعقد يمتد لثلاث مواسم واكدت المصادر داتا ان غانم رومانسيس سيخضر الفحص طبي في الساعات القائلة القادمة قبل حسم رسميا في انتقاله الى الدول القطري ورفض غانم رومانسيس الاستمار مع نادي باشيكتاش تركي في الموسم المقبل حيث اصر على الرحيل بعد توصوله بعديد العروض في الميركاتو الصيف الحالي شكرا على فصل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنnu اشتركوا في القناة صدا جديد اشتركوا في القناة شكرا على التشكة ترجمة نانسي قنقر